مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بيانا وصف الأخير بأنه رئيس لهيئة الحجد الشعبي وقال مكتب العبادي في بيان إن القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحجد الشعبي حيدر العبادي زار مقر الهيئة للاطلاع على الأوضاع فيها وأشار البيان إلى أن العبادي أشاد ببطولات المقاتلين في الحجد الشعبي وتضحياتهم التي حققت النصر على الإرهاب مؤكدا حرصه على حقوق المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم